فدوء نسبي يسود قطاع غزة عقب ليلة شنت خلالها طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات على مواقع مختلفة في القطاع المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أفخاي أدرعي زعم أن هذه الغارات تأتي ردا على إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخين من غزة باتجاه ما دعاها منطقة تل أبيب الكبرى ولم يكتف الكيان الصهيوني بهذه الغارات بل لجأ بكل صلف وعنجهية كعادته إلى أسلوب التهديد والوعيد ففي رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي من خلال مندوبه لدى الأمم المتحدة داني دانون هدد هذا الكيان الغاصب باستخدام قوة لا هوادة فيها ضد الفلسطينيين محملا حركة المقاومة حماس مسؤولية إطلاق الصاروخين ومطالبا مجلس الأمن الدولي بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية في المقابل نفت الأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية في غزة صحة الاتهامات الصهيونية كما أكدت للوبد المصري الذي كان موجودا في القطاع التزامها الواضح بعدم التصعيد ما لم يتمادى الاحتلال الصهيوني في قصف غزة ومع الضغوط المتصاعدة التي يواجهها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بن يمين نتنياهو وتراجع شعبيته بسبب تهم الفساد الموجهة إليه مع اقتراب انتخابات الكنيسة المقررة في التاسع من نيسان المقبل يحاول نتنياهو الخروج من المأزق الذي يواجهه وصرف الأنظار عن الفضائح التي تلاحقه من خلال استهداف الفلسطينيين تحت حجج واهية على أمل تحقيق انتصارات زائفة قد تمهد لفوزه بولاية خامسة في منصبه الذي يشغله ترجمة نانسي قنقر